اشتركوا في القناة حولته موضوع كبير وموضوع خطير ايوه لما يتوقف عليه حاجات مصيرية هنعرفها دلوقتي في حالة النهاردة للأسف وفعلا الواحد بيتك على كلمة للأسف ان بعض اطباء الاطفال رغم ان هما يفترض ان هما يكونوا على دراية اكتر بهذا الامر الا انهم ممكن بيوصفوا للمتابعين المتابعين ليهم او الحالات بتاعتهم ان هما يعطوا الطفل عصير مثلا زي عصير البرتقال عصير اليوسفي عصير اللمون عصير الجوافة الموز اي انواع من العصير عادي ما عندوش اي موانع انه يوصفها لحضرتك ان انت تديها لطفلك او طفلتك رغم هذا الامر خطير جدا قبل حلول عام على عمر الطفل طيب بداية كده من زيرو يعني من يوم لحد ست شهور مفيش لا عصير ولا اعشاب ولا مية طيب لو هتأكل عند اربع شهور ممكن نستسنه المية لو هتأكل عند اربع شهور ولكن الافضل ان احنا نأكل عند ست شهور لو مفيش ما يمنع ايه اللي يمنع ان نلاقي الطفل مش بيزيد وزنه مع الرضاعة الطبيعية او مع الرضاعة بوجهة عام فيبتدي الطبيب يتحاور او يتناقش معه مع الام ومع الاب انهم يبدوا يدخلوا لابنهم الاكل عند عمر الاربع شهور ولكن لو كان طفلك بيزيد وزنه بشكل اوتوماتيكي وشكل منتظم وشكل مفيش منه اي مشكلة فلا نعطيه اي اكل اي عصير اي اعشاب حتى اتمام عمر الست شهور والعصير بالذات حتى عمر العام طيب ايه بقى اضرار العصير وكل انواع العصير اه كل انواع العصير كل ما هو سائل لا يعطى للطفل طيب هبتدي اأكل الطفل اأكله اكل صلب بس مش معنى صلب ان هو متحجر لا يبقى فيه ليونة اه ممكن يبقى قوامه مائل الى ان هو يبقى سائل ولكنه مش قوام سائل زي المية زي العصير لا ليه لان انا عندي اضرار نفسية واضرار جسمانية للعصير الاضرار النفسية ان الطفل ودي حصلت مع بعض الامهات ان الطفل بمجرد ما بيتناول عصير ويشعر الطفل انه مزاقه احلى من حليب الام او من الحليب الصناعي لو الطفل بيرضع الرضاعة الصناعية فانه سيعرض تماما عن الرضاعة تماما وتحاول الام فيما بعد انها انا بحكي لكم عن وقائع حصلت مش مجرد مثلا حاجات يتقرى عنها او دراسات وكلام ده لا دي حاجات واقعية بعض الامهات غلطوا ودوا عصير لمرة واحدة بس مرة واحدة كان الطفل كان في منتهى السرعة في الاداء الطفل ده اعرض عن الحليب بتاع امه اطلاقا خلاص مش عايز على كل ما تحاول تديله سدرها ابدا مزاق العصير رائع بالنسبة للطفل والطفل بيحب كل ما هو طعمه جميل فاول حاجة انه هيعرض عن الرضاعة السبب النفس التاني التعلق تعلق الطفل بالعصير هيخليه كمان ممكن يعرض عن تناول الماكولات الصلبة تيجي تأكله حضرتك شربة او عفوا خضروات مهروسة مع بعض لا مش عايز وام مثلا دقاج مهروس جيدا وتحاول تديل طفلك ابدا لا الطعم ده مش حلو انا عايز العصير المسكر طيب يبقى كمان انا مش بس خليته ما يشربش الحليب بتاع الام او الحليب الصناعي اللي هو بيرضع رضاعة صناعية كمان انا تسببت انه يتعلق فضيع بي العصير ويعرض عن اي اكل تاني حتى الامهات اللي اعطت العصير في وقت مبكر عن طريق الخطأ بتعاني الامرين عشان الطفل يأكل الطفل ما بيأكلش تعالوا بقى نشوف الاضرار الجسمانية للعصير عصير غير الحليب رقم واحد العصير بيقلل من افراز الام الحليب الام العصير الطفل بيشرب عصير اوتوماتيكيا السدي لا يفرز المزيد من الحليب في علاقة مش عايز اطول في شرحها ولكن العلاقة دي بسرعة كده كل ما الطفل بيحجز وقت الوقت ده كان يفترض انه ياخده من حليب الام هو خده ليه العصير فبالتالي الوقت ده الغدد الليبنية هنا ما افرزتش الحليب ومرة على مرة هلاقي ان الام دي بتقول لبني بدأ يقل لان الطفل قل العدد الرضعت طيب من الاضرار الجسيمة للعصير الاسهال الاطفال اللي بيعتادوا على العصير تملي بتلاقي عندهم اسهال العصير يعني خلاصة سكر حتى لو ما حطتش فيه سكر وعنا عندي هنا العصير نوعين عصير معبه ده اطلاقا ما تدهوش لاطفالكم سواء عام مرة عامين مرة ثلاث اعوام اللي افضل ان احنا ما نديش عصائر محفوظة للاطفال لان دي بتبقى اولا مش عصائر طبعية اقرأ اللي على العبوة كويس جدا هتكتشف ان خلاصة العصير ده يقول لك خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين في المية او الشركات اللي هي يعني تعتبر ها نقول انها متميزة شوية يبقى خمسين في المية لب عصير يعني اللب الفاكهة اللي اتعصر والباقي مكسبات طعم ولون وسكر ومواد حفظة فالمعبئة ده ابعدوا عنها تمام طب لو جيتها العصير انا هعمله في البيت حضرتك هتعمله في البيت برضو بيحتوي على خلاصة السكر سكر الفاكهة هو سكر الفاكهة يعني مدرق هو انا لما هدى الطفل العصير انا بجيب له الخلاصة فيبتدي الطفل ده يعتاد على السكر عارفين بقى لو ادينا له العصير ده بالليه ليعمل ايه بيعلي نسبة حدوث التسوس عند الاطفال طيب من ضمن الحاجات المهمة جدا ببتاخدوش بالكم منها فوايد العصير ان انتوا بتعتقدوا ان احنا بنادي مثلا ارينا عن ان مثلا الورتقال فيه فيتامينات كذا وكذا الرومان فيه فيتامينات كذا وكذا فبالتالي بنقدم العصير للاطفال عشان العصير سهل فيه الامتصاص والطفل بياخدوه ويحبوه طيب ايه رأيكم بقى ان العصير لما الفكهة لما نيجي نعصرها لا يتم الاستفادة بكامل الفيتامينات في بعض الفيتامينات لما بتجي تعصر الفكهة مش بتبقى موجودة بعد العصر ويمكن كمان الالياف بتفقد مع عصير الفكهة فبالتالي فقايد كتير جدا بتضيع من الفكهة دي لما بنيجي نعصرها طيب الحل ايه؟ اول حاجة التوقيت مفيش حاجة اسمها قدي طفل عصير حتى لو انا اللي هعمله في البيت قبل سنة ليه لان بعد سنة انت ممكن تفطم الطفل خلص هو خد كفايته من حليب القب ممكن اي واحدة عايزة تفطم طفلها ممكن تفكر بعد سنة فبعد سنة ممكن تقديم عصير مفيش مشكلة ولكن بكمية لا تتعدى نص كوباية في اليوم يعني حاجة عايزة اقول لكم ان مثلا في حجم 18 ملي متر في اليوم بس كده حاجة بسيطة بسيطة يعني كينه كاس عصير مش كوباية عصير كاس عصير طيب الحل الثاني عشان اقدم طب هتقولولي انا عايزين نأكل الطفل مثلا برتقال هنقدمه ازاي والطفل لسه ما بيأكلش ممكن هنا لو عايزة تاخد العصير ده تاخد العصير ده وتضفيه الى مزيج من الفواكه المهروسة يعني مثلا مثلا كيوي موز مش عارف ايه اتهرسوا مع بعض وممكن احط عصير البرتقال كنوع من انه يدي طراوة في البلعة ولكن ما يخلوش سائل ابدا فهنا ضفت العصير بس ما دخلش في صورته اللي احنا عايزينها اللي هي العصير دي مش عايزينها تماما لان اي حاجة سائلة بتؤدي بالتبعية ان في اضرار نفسية واضرار جسمانية اللي هو اعراض عن الرضاعة اللي هي اسهال اللي هي ممكن الطفل يصاب بالسكر يبقى عنده تسوس وزي ما قلنا في الاضرار نفسية ان هو يعرض عن الرضاعة وللاسف في بعض الاطباء بيرويجوا لموضوع عصير البرتقال وبيرويجوا لموضوع يعني ادي عصير البرتقال خاصة في الشتاء مناع لا لو حتى عايزين تعمله كده ضيفوا العصير ده لمكون صلب يدي نوع من الطراوة في الاكل وما يبقاش في النهاية قدمنا للطفل مية تشبه الحليب يعني المية دي اللي اقصد بها انه حاجة سائلة يعني تشبه الرضاعة او تشبه حليب الام لان احنا في الاخر عايزين حليب الام يبقى المنافس الوحيد الدكتاتوري الوحيد بالنسبة للسوايل للطفل طيب انما المية بعد 6 شهور او بعد اطعام الطفل للمواد الصلبة ممكن ندي مية مفيش مشكلة ولكن طبعا بكميات مناسبة برضو عشان ما نزوج الموضوع المية ما نملاش بطن الطفل مية فيعرض عن بقية الطعام المية بتعطى بحاجة بسيطة بعد الوجبات ويرب يعافي اولادكم جميعا وما تشوفوش اي حاجة وحشة فيه زرياتكم فاشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله سلام عليكم